رزقك جاي لك جاي لك مش هيطير. كلامك كتير وفعلك قليل. بس انت عايز تبقى امير. وفلوسك كتير. بس انت مقصر كتير. وبتحب تاكل الفطير. لما الطبور وابن بلدك بايدك. يا ابن بلدي. عابر سبيل. الحق بايدك. الحق شبابك. افرح وغني. بس ما تنساش تسأل عني. انا عزرك يا ابن بلدي. وحاسس بيك. اصلنا اللي مربيك. يا ابن بلدي. ابن بلدك وحافظ عليها. تشوف عيون الشباب. منهم حزين ومنهم لعين. كلامك كتير من غير تأثير. خليكم قاعدين ومتربعين. ومن الاخر تقولوا متشكرين. يا مصر. الارزاق بتيجي بالتفكير. وبالعمل كتير. خليك نايم. ولما تصحى. وباشرب عصير. تعيش مكان. اسنده بايدك. اسند شبابك بايدك. واعدل الطبور. ووقع في يوم. تستنى يتعويك. ده ضهرك وسندك في البلد. مش هتفرق. مين الناد. ومين الجدع. رسالتنا النهاردة. في ذكرى اليوم العالمي للشباب. آه الشباب. يا ريت الاستاذ وليد يفتح لنا الاتصال مع شبابنا المحترم. المؤدب. صاحب القيم. عايزين نقول. كان زمان في رجالة. آه. كان في زمان رجالة. خليك معايا بس وركز في الحتة دي قوي. زمان كان في رجالة. طب و دلوقتي. بيطلعوا ما حرمهم. لايف. آه. اطلعوا لايف عادي. ايه. انت معقد. ولا متشدد. انت ده قديمة. عارف زمان. بيقول لك في سنة اتنين. في سنة مئتين اتنين وتمانين هجريا. واحدة من السيدات رحت للقرض اشتكت. اشتكت قالت له ايه. قالت له لانية عند جوزي خمسمائة درهم. فالقاضي سأل الزوج. لزمان بقى. ايام الرجالة. فبيقول له هي لها عندك خمسمائة درهم مهرها. انت ما دفعتوش. قال له لا. ما لهاش. فراح القاضي يجيب الشهود. فلما راح جاب الشهود. فهيسألهم. كانت زمان الحريم عندنا ستات. وان شاء الله موجودين لغاية دلوقتي عشان ما حدش يزعل مننا بس يقول ان احنا يعني بن بنقول حاجات مش موجودة. لأ. عندنا ستات محترمة وعندنا الناس محترمة. ومجتمعنا الحمد لله منضبط ومازال بيحافظ على القيم والاخلاق. بس اكمل الحكاية الحكاية معاك. الزوج لما شاف الشهود. وهيترفع. النقاب من على وش مراته. عشان يشوفوها. ما هو القاضي قال له لازم يشوفوها عشان يشهده. قال له خلاص. هي ليها خمسمائة درهم. واقرب الخمسمية المهر. الزوجة فرحت. وقالت لقد ابرأتك في الدنيا والاخرة. خاف ان وش مراته يتكشف. خاف ان وش مراته يتكشف على الشهود. مع ان شرعا يجوز. في الشهادة عادي يعني الامور عادية. والنقاب مش فريدة برضو. بس انا عايز اقول لك شوف زمان الرجالة كانت عاملة ازاي. واقرلها بالمهر. بيقول لك فيه راجل تاني برضو من زمان. مش عارف ليه مسك في زمان انا. كل شوية قول زمان زمان زمان. وما فيش حاجة حلوة دلوقتي. لا والله فيه. بس قلت شوية. لا دي قلت كتير. قلت كتير قوي. دلوقتي تلاقي الشاب بطلع هو وامه عالتيك توك لايف. يا ابني بتعمل ايه يا ابني يا حبيبي? بتفرج الناس. على والدتك اللي ربتك. الانقح من ده. ان امه تطلع معاه. هي دي المصيبة. وطلعة تغني وفرحانة. مش بتغني بس تضلعة ترقص. احنا خلاص وصلنا للمرحلة دي. مرحلة صعبة قوي. طيب. بيقولك زمان. جابوا العروسة على الفرس. كترك بحصان. فلما وصلت عند العريس. العريس قطع رقبة الفرس. الناس تعجبت. ايه ده? انت بتقتل الفرس. اللي وصل عليها. عروستك. قال لهم ايوة. اصل ما ينفعش. صاحب الفرس يركب الفرس. فيشعر بتدفئة مكان زوجتي. ياه. كانت غيرة صعبة قوي. خايف. المكان اللي كانت قاعدة فيه مراته. لما يطلع صاحب الحصان او الفرس يركب. فيشعر بتدفئة. شوف كانت الغيرة عامنا ازاي? لكن انت دلوقتي طالع انت وقتك. اطلع يا عام. بس اطلع قول محتوى هادف. هي دي رسالتنا للشباب. انا مع الشباب. وبحب الشباب. وروحي في الشباب. وقلبي مع الشباب. اللي طالع. اللي عايز شغل. اللي عايز يتجوز. اللي عايز يبني البلد. اللي مش عايز يبقى مدير في لحظة. النهاردة شبابنا عايز يبقى مدير. اول ما يخلص الجامعة. يقول لك يا عامنا خلصت. خلصت جامعة. انا معايش شهادة عليا. للأسف الشديد. تلاقي النهاردة. الشباب كتير راجبين توك توك. اه اه. ده حقيقة. انا بستأذن استاذ وليدي دخل لنا مدخلات. من اي شاب محترم. نتدول معه بعض الحديث في هذا الامر. اللي انا عايز اقوله. النهاردة الشباب بيخرج من الجامعة. اللي معاه بكة للريوس تجارة. اللي معاه لصنص حقوق. اللي معاه بكة للريوس علوم. اللي معاه طب. اللي معاه صيدلة. اللي معاه حاسب آلي. اللي معاه فنون جميلة. اين كان. انا بسألك سؤال. انت. دخلت الكلية ليه. مش عشان تتعلم. وتكتسب خبرة في هذا المجال. قال لا بالحق. رسالة الاستاذ الدكتور الامام احمد الطيب النهاردة. لأوائل السنوية العامة. اه في الازهر الشريف. قال لهم رسالة جميلة اوي. حافظوا على العلم والمعرفة. حافظوا على العلم والمعرفة. حتى ترتقي الامم. بالعلم والمعرفة ترتقي الامم. افهم. ده كلام كبير اوي. انت بقى عايز تبقى مشهور. اطلع على التوكتوك. اطلع على تيكتوك. اطلع في السوشيال ميديا. اطلع اعمل اي حاجة تشهرك. اتريق على رجل كبير وهو ماشي في الشارع. هتتشهر. وهتعمل مشاهدة. اضرب واحد على افاة. هتتشهر. ويتعمل معاك مشاهدة كبيرة. على السوشيال ميديا. هي دي المهزلة اللي احنا بتعيشها. هي دي اخلاق الشباب. هي دي اخلاق شبابنا. هم دول اللي هيتبني بهم البلد. ويرجعوا يقولوا. مصر ما دتناش حاجة. مصر ما عملتش معانا حاجة. لذلك انا بوجه رسالة. للمسؤولين المحترمين. في بلدنا العظيمة. انا معاكم ان المؤتمرات مهمة. عملية المؤتمرات للشباب والاهتمام بالشباب ده مش هيجي في مؤتمر بس. رسالة. لحكومتنا. والاهلنا. اهل السلطة. واهل النفوذ. خلي عينيكم على شبابنا. بشبابنا مصر تكون. طب عينيكم ازاي. خلي بالكم الشباب. ازاي بقى. نطبطب. نطبطب عليهم. لا. الريس مشكورا. لو احنا. طب ما هيدي رسالة من الريس. طب هو الرئيس عمل ايه للشباب. طب انا هسألك سؤال. هو الرئيس ناقص ناقي. يعني مش ناقص غير ان هو ينزل. يمسك الشباب من ايده ويقول له اشتغل. طيب. في مشاريع قومية اه في مشاريع قومية. محدش يقول له انت بتطبل. عشان مزعلش منك. او مزعلش منك. انا بقول كلامه في الواقع. الشباب النهاردة عايز يفضل قاعد في البيت. ماسك الموبايل. وبيلعب عليه. وعايز يجيله للمرتب لغاية البيت. مهزلة. انزل اشتغل يا حبيبي. عثمان احمد عثمان. العالمي. رحمة الله عليه. كان بيشيل الاروانة بتاعة الاسمنت على كتفه. شوف عثمان احمد عثمان. الشركة العالمية. التي ملأت. ربوع العالم. بنيان. صاحبها كان بيشيل اروانة الاسمنت. والرملة على كتفه. يا رب بتفهم. مش عشان حضرتك خدت شهادة عليا خلاص. مش عشان حضرتك خدت شهادة عليا وحسب قالي. ما ينفعش تشتغل غير الشغلانة دي. لا يا حبيبتي يا توتو. يا كيوت. سوق العمل محتاج قوة. محتاج ان احنا احنا بنشوف مشاهد غريبة في الدول الخارجية. تلاقي مثلا عاملة النظافة دي. حاجة كده يعني جميلة وفرحانة انها بتشتغل. بتنظف. شوفنا في مشاهد اخرى ان ان الامنة او الموظف العادي ده له قيمة. لذلك انا عايز اقول اوعى بتقلل من العمل اللي انت بتعمله. مش لازم في يوم وليلة تصبح الانسان العالمي. مش لازم في يوم وليلة تصبح انت المدير. عايز توصل اتعب شوية. وخلي بالك برضو رسالتي لشبابنا محترمين. رسالتي بتقول ان السنوية العامة مش هي الرابط. مش هي مبدأ فشلك ونجاحك. والله بجد. اوعى تفهم الموضوع ده غلط. آآ نجحت في السنوية العامة خلاص جبت مجموع كبير خلاص بقيت وزير. ما حصلش. مفيش الكلام ده. ضحكوا عليك واقلولك لما تجيب مجموع كبير خلاص هتبقى انت العالمي. لا. جبت مجموع كبير لكل الاحترام والتقدير. بس انت لسه في بداية السلم. طب النهاردة اللي تعثر في السنوية العامة وجب مجموع العيل. يقدر يعوض. يقدر يعوض. ويبقى ناجح. ويبقى عنده شركة كبيرة. ويبقى عنده اموال كتيرة. بجهده واجتهاده. لان انت كل ما بتسعه وتجتهد ربنا بيرزقك. ربنا ما بيضيعش تعب حد. ربنا ما بيضيعش تعب حد. افهم. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد ابدا. الشباب هم عماد الامة. الشباب عماد الامة. الشباب بالرجولة. هم العصب. هم البنيان الصحيح لاي امة. انا بقولك افرح واتحك عادي. مش بقولك عيش كئيب. لأ. بقولك افرح. واشتغل. واتحك. واستغل قدراتك. استغل القدرة اللي ربنا ادهالك واعطهالك ومنحالك. ما تبقاش كسول. ما تبقاش عيل بايز. ما تبقاش انسان وضيع. ما تبقاش بتجري ورا النسوان في الشارع. سيب الشهوات على جنب. فوق. لو عاوز تفرح امك وبوك. خليك راجل. خليك راجل. النهاردة برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا لازم نتكلم فيها. موضوع الاتفاقية المصرية اليونانية. بترسيم الحدود في في البحر المتوسط. بشأن موضوع الغاز. ياريت اه نتواصل مع الاستاذ صفوة عمران. قبل ما 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 تواصل مع حضراتكم قبل ما تواصل مع حضراتكم في موضوع الاتفاقية دي لان موضوع مهم جدا. عايز اقول في فيديو معانا كده بسيط. بخصوص اليوم العالمي للشباب. اللي انا عايز اقوله. شبابنا النهاردة مش مركز. اه والله مش مركز. كله ماسك الموبايل. وانت معاك موبايل ايه? انا معايا اه اف ون. وانت معاك انا معايا اف سيكس. وانا معايا اف ناين. وانا معايا اوبو. وانا معايا ايفون. لا لا بس انا الكاميرا عندي اعلى شوية. يا ابني انت عملت ايه في دنيتك? وتيجي تقول لله الرجل الكبير تقوله يا حبيبي. خلي بالك من ابنك يقولك ما هو شباب بقى شباب. طب ماشي ما هو الشباب ده اللي هيتبني به البلد. والنهاردة زمان اه 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 ابائنا وامهاتنا كانوا بيشدوا علينا. وكانوا بيرخموا علينا شوية في المعاملة عشان نطلع رجالة. كان الاب يبص لابنه يفهم. والام تبص لبنتها تفهم. دلوقتي الابن بيدرب والده. مهزلة. هو ده الشباب. والبنت بتعيب على والدتها. هو ده الشباب. بتعيبي على ماما اللي خليفتك. بتردي على بابا. اه برد. هو انا مليش رأي ولا ايه. قالك رأي. بس احنا ما ترباناش على كده. لينا رأي بس مع ابقنا وامهاتنا بادب. باخلاق. لما الاخلاق تطير وتضيع. يبقى ما فيش تربية. نشوف مع بعض الفيديو. رسالة البلدي. بعد كلام سيادة الرئيس. كلام المحترم. والذي يحترم. المؤتمرات للشباب حاجة جميلة. ما فيش مشاكل. بس انا عايز. ومحتاج. وده رسالة الشباب لبلدهم مصر. الشباب محتاج. يتوظف. طب النهاردة نوظفه ازاي. نعمل لجان تدريب. لجان تدريبية. لاعمال. وانشاء اعمال. والتدريب على اعمال ما هو سوء العمل يا جماعة بيختلف عن الاكاديمي خالص. تواخد بال حضرتك معايا. سوء العمل. النهاردة اللي بيتخرج من كلية حقوق. او باكاليروس تجارة. او آآ آآ علوم او غيره او طب. سوء العمل مختلف. لما بيصطدم بسوء العمل بيبقى محتاج تدريب. وبعد التدريب يتعين. طب افرد النهاردة الحكومة ما عندهاش المقدرة انه هي تعينك. هتنام في البيت. انت كده تبقى فاشل. كده زعلت والدك والدتك بينك. وتلاقي الام يعيني حط قضيها على خدها. والاب يعيني زعلان. يقولك الواد قاعد في البيت. ما فيش شغل. اصل البلد ما فيهاش شغل. لا يا حبيبي. لا والله. انا بقولك البلد فيها شغل. ربما يكون المرتب انا معاك. مش بقيمة الاعمال اللي بتعمل دلوقتي. او اللي بتتعمل دلوقتي. المرتبات قليلة شوية. ماشي. طب النهاردة انت عشان تبقى انسان وصاحب كيان وصاحب قيمة. هل انت لما تتخرج هيعينوك مدير تاني يوم. كلام مش منطقي. كلام الصحيح. النجاح. النجاح بيأتي بالتعب. والسهر. وان انت ما تبصش لللي في ايد غيرك. ما تبصش لللي في ايد غيرك. افهم الكلام. اتعب شوية. اشقى شوية. فيه ناس بتتعب بس عالتيك توك. كل يوم عامل فيديو. وهو بقى يعني عايز يبقى من مشاهير. واخبالك. واكتسب الخبرات الحياتية. اه واكتسب الخبرات العالمية والعملية. وطلع بينصح الناس. كلها مقتبسات. كلها مقتبسات. كل الكلام اللي بيطلع لك على التيك توك. كله مقتبس. من الاجراءات. ومن النوادر. ومن الحاجات النجحة في العالم. يروح مقتبس ويقول لك. طبعا من يومين. في. اتفاقية. حدثت. وتم التوقيع عليها. من قبل وزير الخارجية المصري. ات. معنا الا 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 استفات. استفات عمران معنا. طيب. استفات عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية. وانا بحب اسمع مع حضراتكم تحليلاته وتفاهماته. وخاصة في هذه الاتفاقية اللي لازم ننتبه لها جيدا. ليه ننتبه لها? هنعرف مع حضراتكم دلوقتي. مع الاستاذ صفوة عمران. الو? الو? الاستاذ صفوة معايا? طيب. لغاية ما 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 يحضرون الاتصال بالاستاذ صفوة عمران. الاتفاقات دي يا جماعة. لو انت مهتم بالشأن السياسي ومهتم بالثروات المصرية في العالم. ومهتم بمسألة الغاز. ومهتم بالصراع الدائر بين مصر وتركيا. ومهتم بالازمة الحقيقية ما بين تركيا ومصر. مصر وتركيا واليونان وقبرص. وترسيم الحدود لوجود ثروات الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتواصل. الو? السيد صفوة معايا? الو? الو? لو السيد صفوة عمران معايا? يا جماعة في الاتصال. طيب. الواضح ان الاتصال فيها مشكلة بس ان شاء الله تتحل سريعا. ترسيم الحدود ده مهم جدا لمصر. طبعا في ناس بتشيع اشعات. وعملت قولك اصل المصر تنازلت عن حقوقها في في البحر المتوسط. مصر تنازلت عن الثروات الغاز الطبيعي. وتنازلت عن حقوقها في البحر المتوسط. ده كلام يا جماعة ما يصحش. ده كلام ما يصحش يا جماعة خالص. دي ناس بتشيع اشعات. خلي بالك من الكلام. وعاوزة تضل الرأي العام الداخلي في مصر. وعاوزة تشتت المواطن المصري والمواطنة المصرية. قالو الاستفاد. قالو. لا اله لا اله. قالو. في حاجة في الاتصال يا جماعة. لا اله الا الله. طيب. هو ربما يكون في عطف الاتصال. ما فيش مشاكل. المهم. اللي انا عايز اقوله. ان احنا عندنا موضوع مهم. موضوع ترسيم الحدود. طب هو مصر. ممكن تتنازل عن حقوقها. لا يمكن. لازم يبقى عندك يقين. وثقة في القيادة التي تحكم. ولازم ما تتشتتش. ولازم تفهم. ان في ناس هي غيتها ان هي تضل لوعيك. في ناس غيتها ان هي تضل للوعي. المصري. وتعمل اشعات. وتنازلوا عن حقوقنا. وتنازلوا عن سرواتنا. ليه؟ عشان حضرتك يحصل لك عملية غضب. ويحصل عندك عملية عدم رضا عن اداء الحكومة. وعدم رضا عن القيادة. طبعا ده. من باب التشتيت. ومن باب الضلال. ومن باب ان انت تغضب على وطنك. وده مش هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا حفظنا. وحمينا. طيب. لغاية ما نتواصل مع الاستاذ صفة عمران. رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة قمورية. في عندنا بقى. في عندنا موضوع برضو انتشر على السوشيال ميديا اللي ومن الفاته دول. موضوع الحسد. يا ريت الاستاذ وليدي يحضر لنا اتصال بالدكتورة عطيها لشين؟ طيب اللي انا عايز اقوله يا جماعة برضو. واحنا معاكم على الهوى كده. النهاردة في انتخابات موجودة في الشارع. ربما يكون في ناس مش عايزة تنزل. وفي ناس عايزة تنزل. وفي ناس ليهم توجهات معينة. عاوزين بقولوا اني اني ده يعني شأن داخلي وشأن دستوري مهم. لازم يعني يتحقق. واللي مش راضي عن حاجة معينة. يروح مثلا. عايز يبطل صوته يبطل صوته. عايز يضلب صوته يضلب صوته. ده حقك. ده صوتك. انت اللي متحكم فيه. محدش هيتحكم لك فيه. طيب. في مخالفات. اه في بعض المخالفات. في بعض التجاوزات. في بعض التجاوزات. ربما. احنا في دولة. وفي اشخاص دايما بيشيعوا الفتن وبيشيعوا الازمات. ليه؟ لان انت دولة فيها ناس كويسين. فيها ناس وحشين. فيها ناس محترمين. وفيها ناس مش محترمين. فيها ناس مؤدبين. وفيها ناس مش مؤدبين. نتطفق على ذلك انت ليك حرية الرأي ليك تقول اه وليك تقول لا ليك تقول نعم وليك تقول لا ده موضوع منتهي في موضوع الحسد اللي انا عايز اتكلمكم عليه النهاردة برضو من ضمن الحاجات المهمة ان في شباب في شباب طيب نطلع فاصل يا جماعة كنت مع حضراتكم قبل الفاصل وبكلمكم عن اتفاقية ترسيم الحدود وبنحاول نتصل بالاستاذ صفوة عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية بصد صفوة معايا يا صفوة بي ازاي حضرتك تعبنا على مناص ازاي حضرتك يا فندم ازاي حضرتك يا رب يبارك في حضرتك انا النهاردة بكلم من سادة المشاهدين على موضوع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان واللي هو يعني شبه عامل ازمة مع تركيا ومع ابروس والدنيا عاوزين يعني انا بحب بسمع من حضرتك ومعايا سادة المشاهدين نفهم الموضوع ده واهميته وهل مصر يعني طبعا انا واسق قبل ما اتكلم ان مصر عمرها ما تتنازل عن حاجة بعض المواقع العالمية ومنها طبعا مواقع في تركيا بتقول ان مصر تنازلت عن بعض حقوقها في البحر المتوسط لثروات الغاز بداية اتفايات ترسيم الحدود البحرية بتخضع القانون على البحر الموضوع 1982 ووقعت عليه مجموعة ميرة جدا من الدول بينها مصر في المياه الاقليمية اللي تبدأ من 20 ميل داخل البحر بدءا من اليابسة في اي دولة ثم المياه الاستفادية اللي تمتد ممكن تصل الى ربما 200 ميل اذا كان بين الدولتين ربما 200 ميل بحري وممكن تكون اقل من ذلك اذا كانت المسافة اقل ويتم التفق بينها بين الدول مع توقيع الحدود البحرية بين الدول يتم او يسمح للدول اللي يتقارع العزيز الاتفاقيات للتنقيب واستخدام المياه الاقتصادية بشكل كامل وايضا للسيطرة على المياه عسكرية بحيث انه فيش سفينا تعدي بدون الموافقة الامنية والعسكرية من الدولة صاحبة هذه الارض وملكتها مع توقيع الاتفاقية ما بين المصر واليونان والسبقاتها ايضا توقيع اتفاقية ممثلة ما بين اليونان وايطاليا اصبحت تركيا في تواجه ازمة سياسية شديدة اولا الاتفاق الغير شرعي الذي نوقع من البرلمان الليبي بين حكومة فائز الشراج غير الشرعية والحكومة التركية بات لغيا لا توجد اي منفذ بحري بين يربط يربط بين تركيا وليبيا كما كان يداعي اردوغان وازنابه بات ايضا مصر كما وضعت خط احمر في سيرت والجفرة يمنع قوات ومطلقة الملشاة الاخوان المسلمين واردوغان من التحرك نحو الشرق الليبي النهاردة بنتشوف خط احمر اخر في المياه الاقتصادية بين مصر والونان يفصل تماما ولا يجعل اي منفذ بحري يصل بين ليبيا وتركيا كما كان يداعي سواء الاتراك بقيادة اردوغان او حكومة فائز السراج ومنشاة المسلحة في غرب ليبيا وده ما جعل الاتراك يعني يصابون بالذوع لانهم بات يفقدون ما كان يدعون سواء في البحر المتوسط او في لبي مع وجود نفس الاتفاقية مع ايطاليا واليونان باتت تركيا ليس لديها اي منفذ في هذا الاطار وباتت تركيا الحقيقة تعاني من عزلة كاملة خصوصا ان تركيا واسرائيل من الدول الاتلاح متوقع على اتفاقية عادل البحار وبالتالي ليس لهم الحق فيه تنطيبه عن سروات المنطقة هذه الرسالة بشكل واضح طبعا ممكن طبعا دي تدلل على على شطارة مصر سياسيا طبعا يا سفد بي الحقيقة انه الدولة المصرية في الملف الخارجي بتحرك برؤية واضحة وواعية اماما ورؤية مقدرة وطبعا هناك تعاون واضح تخلنا من البداية بين مصر ولنان وقبرص ثم يعني تعاون واضح بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة دولة مثل اللينان بعد برأة احد اعضاء الاتحاد ومساندة لها في ظل مواجهة يعني العدوان المتكرر من جانب تركيا باتت الامور في المتوسط تخضع اتفاقيات دولية وبالتالي اي يعني اعتداء او خرق لها هو خرق بالقانون الدولي وده بيدي بفرصة لدول زي ايطاليا اليونان ما ان تواجه تركيا قانونا واذا تم مواجهة العسكرية فتكون قانون يساعدها على ذلك بشكل او باخر التقليم بحر المتوسط بات خارج نطاق البلطجة التركية بلطجة اردوغان ونظامه وبات خارج استخدام اردوغان كورقة لاشعاء الدول المنطقة او لسنزا سلواتها والنهاردة منشوف الاشعاعات المتكررة على ان مصر تنزلت عن عجزة من المياه الاقتصادية لصالح اليونان وان مصر فقدت جزء من سلواتها لكن انت تخيل او بداية عدم استدقاء زيدي شعاعات انها لم تفضل الا بعد توقيع الاتفاق وفي حين ان تركيا تريد ان تنهى فروات ليبيا ثم تتحدث عنها فروات الاخرين حضرتك حضرتك تتوقع معايا تتوقع معايا ما شكل التدخلات او الطرق او الاساليب اللي هتعملها او تتبعها تركيا في الفترة القادمة يعني طبعا في الاخر في جزء مهم جدا بتخطيم كل الدول المعادية في الفترات الاخيرة وهي فكرة الدعاية المضادة وترويج الشعاعات والدعاية الكاذبة وضرب التماسك الداخلي والشعبي المسان يعني يعني اننبه على المصريين بقى يخلوا بالهم يخلوا بالهم بقى صحيح لانه في الاخر كل المصادر الاعلامية التركية مصادر موضيحة كل المصادر الاعلامية القطرية هي مصادر موضيحة ضد مصر بتعمل بشكل مستمر وواضح لدعاية استقرار تفتيت الكوات السياسية والكوات الشعبية في مصر ويعني خلخلت الثقة بالنفس داخل الشعب المصري وأعتقد مهم جدا الشعب المصري خلال السنوات الاخيرة يدرك مثل هذه المخططات ويواجهها بشكل واضح أولا من خلال رفضها الكامل وده أعتقد الشعب المصري بوعد الشديد خلال السنوات الاخيرة يحتاج يعني يستحق التحية الواجبة على ما يقوم به من رفض لكل هذه الشعاعات وتمسك بقوة وصلات الدولة شيء تاني أن الدولة بمؤسساتها وإعلامها وقوها الوطنية تفند هذه الشعاعات ومثل هذه الأقوال أولا بأول حتى لا تلقى قبولا لدى البعض في الداخل المصري شيء الأهم أن تدرك تركيا وأعتقد أن تركيا ومن وراءها حضرتك حضرتك مشكورا ألا تتفق معي ما تتفقش معايا أن إحنا دلوقتي في الزمن أصبح زمن المعلومات يعني إحنا مثلا في التفاقية تمت ما بين مصر واليونان تفاقية ما بين مصر والكبرص دلوقتي زي ما حضرتك بتسمع مثلا يقولك مثلا وثائق ويكليس ويكليكس أو مش عارف ليه مصر أو وده مهم في الفترة اللي جاية أن إحنا عايزين نريح الشعوب شوي شعوبنا بقت بتقلق المواطنين عندنا بيقلقوا ليه ما يبقاش فيه عملية مثلا زي مثلا المؤتمر بعد التوقيع ده نوصل للناس ونفهمهم أن تم التوقيع على كذا 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 وتم ترسيم الحدود بكذا بهذه الطريقة ومصر بتحفظ على ليه بنسيب القيلة والقالة ليه ما يبقاش عندنا مصادر رسمية ووثائق رسمية وتبص للناس روح الطمأنينة طبعا فكرة وجود قانون حدودة دول المعلومات ده مطلب مهما جدا ومنذ سنوات القوى السياسية والشعبية والوطنية بالطالبين نتمنى ان شاء الله من مستوى الدولة خصوصا مع اعتقد مع البرلمان القادم يعني حضرتك بتتفق معايا تماما جدا لنصدر هذا القانون الشيء الأهم طبعا لابد الاعلام عموما احد القوى الشاملة للدولة وبالتالي لابد نقول لدينا اعلام متكامل اعلام يخاص بالرأي العام لان طبعا انا بتتكلم بشكل واضح ان الاستحواز على الرأي العام والتأثير في الرأي العام هو احد اهم مكتسبات عاصة تكنولوجيا المعلومات يعني حضرتك لو تفتكر معايا ثورة يناير او الثورات الحاجات اللي طلعت دي كلها كانت جاية عن طريق المعلومات وعن طريق السوشال ميديا وعن طريق الفيسبوك اصبحت ثورة المعلومات وثورة الميديا في العالم دلوقتي بقت مؤثرة على الشعوب شوف في مبدأ في العالم يعني بيمثله له جملة امريكية شهيرة بتقول انه اللي بيسيطر على الماني والميديا الاعلام والمال هو يستطيع ان يسيطر على العالم بالكامل وبالتالي النهاردة لك ان تتخيل ان حرب مثلا زي حرب الامريكية على العراق او الحرب الامريكية على أبغالستان هي حرب اعلامية بالنفسة انتصرت فيها امريكا بالاعلام قبل ان تنتصر بالآلة العسكرية والنزول على الارض والقتال هزمت العراق بدعاوي امتلاك واسلاحة نووية واسلاحة زرية ومخالفة لمعالاة الاسلاحة الزرية ثم اكتشف العالم بعد ذلك بعد ما تطبق هذه الاجزوبة الكبيرة ان العراق لن يكون الامتدك واعتذر وقال توني بليل رئيس وزراءات بلطانيا انها كانت اجزوبة وثبت عدم صحات واذا هذه آلة اعلامية كاملة ما حدث سقوط بغداد كان عبارة عن مشهد في خناة الجزيرة الملونة غير حقيقي يعني بس بث للشعب العراقي فتصور ان هناك هزيمة بعد سقوط التمثال واستسلم تماما للغازي الامريكي وما الى ذلك من كل ثورات الربيع العربي صحيح كانت نابعة او خارجة من مطالب شعبية ضد بعض البساد الداخلي لكن كانت في الاساس استخدام لآلة اعلامية دولية حدثها التخلص من كل الانظمة الوطنية العربية فتحفظنا على بعض اخطاء لصالح مخاطر تفكيز دول المنطقة او ما يسمى بالامدادة العالم العربية تحويله للدولة الطائفية وعرقية ومذهبية مسترعة ومتفتتة وايضا خدمة المشروع السلسية والامريكية في المنطقة وانت يكون اسرائيل ليست هي الدولة العنصرية الوحيدة في المنطقة لكن خلق كينات عنصرية متعددة استمرار انها بسرات الدول العربية بشكل واخت والاهم وده اللازم نحذر منه هو التخلص من الجيوش الوطنية العربية شهدنا ذلك ما تم غيره مع جيش الوطن العراقي مع انهاك جيش السوري التخلص وانهاك جيش الليبي الذي بدأ يولم اوراقه مؤخرا انهاك وتخلص من الجيش الجمني لم يتبقى فيها الجيوش الكبرى في المنطقة العربية سوى الجيش الوطني المصري بنحفظها مصر يا رب بنحفظه يا رب نماما وليس يتعامل باحترافية شديدة مع أزمة 2011 روما تلاها وإدراك ووعي الشعب المصري عن مواسسات الدولة يوم مواسسات في صالح هذا الشعب وخدمته ومسندته ودعا المصر قوية وبالتالي هو الشعب الوحيد الذي خرج من فخ تفتيت مواسسات الدولة في صالح الكيانات الاستعمارية الجديدة وده اللي بنخلي احنا مصر منذ 2011 روما قبلها تواجه حربا حقيقية لهدم الدولة وليس محاولات متكررة لهذه الدولة انتصرنا في 30 يونيو حقيقي استطعنا أن نغنب الدولة حرب أهلية بشكل واضح وحقيقي في 30 يونيو ومضع ده لكن كنا ندرك وما دلنا ندرك أن أصحاب المحاطة السجل الأمريكي وأزنابه سواء في تركيا أو قطرة وجماعات المسلحة المحاطة الإرهابية والإخوان المسلمين وغيرهم لن يستسكموا بسهولة لأنهم خدم المشروع السجل الأمريكي في المنطقة خدم الدول الاستعمارية في المنطقة منذ التأسيس هذا لا يخص على أخذ تاريخيا وفي المعاصر وفي الوقت الحالي وحديثا أعتقد أننا قادرين على هذا لكن بهم جدا أن يكون لدينا سلاح الوعي وسلاح الوعي أساسه أو أحد الأركانه هو زي ما حدقه الإعلامة الإعلامة الذي يوجه ويصوب ويفطل المواطن والمشاهد المصري لأن صناعة التأثير وامتلاك الرأي العام صناعة ليست حينة وليست سهلة وتحتاج بشكل حقيقي إلى خبراء ويمتلكوا القدرة والوعي لاستيعاب هذا المساحة ستتحدث عن 100 مليون مصري لهم أمزجة مختلفة لهم رؤى مختلفة لهم أفكار وطموحات مختلفة توجيههم أو منحهم المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح أعتقد رسالة مهمة لابد أن تدعمها لأقصد الدولة أستاذ صفوة عمران أنا بستمتع بتحليلات حضرتك وبستمتع بأن حضرتك بتبقى معنا في البرنامج لأن كلامك بصراحة منظم ومرتب وواضح وما فوهوش نوع من أنواع التضليل ونوع من أنواع عدم الفهم لا بصراحة أنا بشكر حضرتك أستاذ صفوة عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية تحياتي لحضرتك طيب كده أظن أن احنا بنتفق مع بعض أن الميديا والإعلام شيء مؤثر جداً 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 في حياة البشرية لسه كنا مع الأستاذ صفوة بيها يفهمها يمشي وراها يعادي الدولة إذن أنا محتاج أنا كمواطن عادي مش كراجل يعني قانون أو راجل إعلامي أو راجل صحفي لا أنا محتاج الناس العادية الناس البسطاء محتاج أوصل لهم اهتماماتهم أقول لهم مصر عملت اتفاقية مع اليونان مصر عملت اتفاقية مع ليبيا مصر عملت الاتفاقيات دي إعلانها للناس وتوصيل ما بداخلها من معلومات ده مهم جداً هتقول لي ليه هقولك عشان المواطن يبقى مطمئن ما يبقاش عنده قلق ما يبقاش عنده نوع من أنواع الاستضام بغير الحقائق خلي بالك المواطن المصري النهاردة يا جماعة محتاج يفهم المواطن المصريين محتاجة تفهم ولا أنتوا فالحين تطلقوا لي عالتوكتوك عالتيكتوك تعمل لي فيديو مش هادف وترقص انت والدتك وترقص انت وابوك وتعمل مش يا عم اعمل حاجة تعلم بها الناس اعمل حاجة تنفع بها البشرية اعمل حاجة تنفعك في الأخرة انفع بلدك انفع ناسك هو ده اللي هينفع هو ده اللي هيبقى لنا لكن النهاردة فيه مصورة شواز طلعت في التيكتوك مصورة آآ أنسات مش تمام والحمد لله مصر بتتصدى لهذا وتم حبس بعض الفتيات اللي هم ليهم محتوى غير آآ محترم وغير مؤدب وتم حبسهم وتم تنفيذ الأحكام عليهم ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دولتنا المحترمة اللي ها بتحاول تحاول لكن لسه فيه ناس تانية كتير محتوهم غير محترم بيوصلوا أفكار هدامة بيتعبوا الناس بأفكارهم اللي تطلع ترقص ب ب ب بلبس مش مش كويس عريان مش عارف ايه كلام طبعا مش محترم قبل ما مختم مع حضراتكم عايز أقول حاجة مهمة جدا هي كورونا رجع التاني الله أعلم طيب كورونا تقف امتى كورونا تقف بواعي حضرتك وبواعي حضرتك لما ناخد بالنا من بعضينا ناخد برضو نحاول نحافظ على الإجراءات الاحترازية النهاردة الشعب المصري في ناس كتير ابتدت تتخلى عن الكمامة في ناس كتير ابتدت تتخلى عن المعقمات في ناس كتير ابتدت تتخلى عن الكحول في ناس كتير ابتدت تتعامل ان ما فيش كورونا بيسلموا على بعض عادي طبعا دي مهزلة لازم ناخد بالنا الاعداد ابتدت ترجع تاني تصعد شوية ناخد بالنا عشان ما نرجعش نقول هم وقفلونا المحلات ليه هم وقفوا العمل ليه هم عملوا تعدون وقت لغاية الساعة 9 ولغاية الساعة 8 وقفلوا المحلات وقفلوا أرزقنا وقفوا أعمالنا ناخد بالنا يا جماعة مش عايزين الأرقام تتصاعد نحافظ على بعض وناخد بالنا من بعض ونحافظ على بعض كورونا ترجع لو أنت رجعت وما خدتش بالك من اللي جنبك وما خدتش بالك من اللي جنبك ما خدتش بالك من إجراءاتك الاحترازية ناخد بالنا نعقم إيدينا نحاول بقدر المستطاع مش لازم نسلم على بعض بالأحضان يعني مش لازم مش هتبقى مشكلة يعني 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 اللي يجي له مرض النهاردة ربنا يحفظنا والعياذ بالله بيتعب وبروح المستشفى وأهله بيجروا وراه وبيبهدي الناس وراه دي مهزلة ناخد بالنا جماعة خذوا حذركم مين اللي قال كده ربنا قال خذوا حذركم ربنا اللي بيقول لنا ما تقوليش خليها على الله ما هي على الله قبل ما نشوف حضرتك هي أعيه على الله وعارفين ان هي على الله تقوله خلي بالك قولك خليها على الله يا حبيبي ما هي خليها على الله ازاي وانت مش واخد اجراءتك الاحترازية خد بالك يا حبيبي من كلامي هي على الله من قبل ما حضرتك تتولد ربنا اللي قال لنا خذوا حذركم قالها كم مرة تلت مرات خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم احذروا يبقى الحذر ده مهم ربنا الله امرنا بيه وسيدنا النبي وعلماءنا ولازم ناخد بالنا من بعضينا وناخد بالنا ان احنا كل الامور بقدر الله بس قدر الله ربنا سبحانه وتعالى فيه هناك امور اختيارية وفيه امور انت مش مسخر فيها انت مش بتختار فيها بالعكس هي امور مش اختيارية لذلك انا بقولك وبوجه رسالتي شبابنا في مصر بنا احفظ بلدنا يحفظ شبابنا يحفظ اولادنا يحفظ امهاتنا نحاول نحافظ على بعض وناخد بالنا من بعض وانا متشكر لحضراتكم وان شاء الله نكون كنا ضيوف خفاف عليكم ومتشكرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته